آه الآن لما غيروا و ألغوا أي حاجة في تونس طلعت الهتفات على حقيقتها تونس تونس حرة حرة والإسلام على بره مش راجل الغنوشة على بره الإسلام ها عملاء المخابرات طرعوا اعطوني الفيديو يا شباب لو اشتركوا في القناة هذه الصور مباشرة على راديو إكس فريسا فيم قالت أصلكم من قلب شرح بيب بورقيبة نحن متوجدين الآن في العاصمة تونس بعد نهاية عملية الاستفتاءة وغلق مرس الاختلاع توجه بعض من الشعب التونسي تفضلوا تونس تونس بره حرة حرة والإسلام على بره هادم اللي يأيدوا في إلغاء المرجعية الدينية للدولة التونسية أعطوني إنسرت واحد يا شباب حدف مادة الإسلام دين الدولة من الدستور التونسي الجديد خلاص هادي مهمة قيس سعية وسوف ينتهي مادة ما وصل للنقطة هادي سعية خلاص هادي مهمته وهذا أول ما جاء يجيبوا فيه علشان يخدعوا الناس يجيبوا فيه صلي في الجمعة ويرمي في كندرتا ويخش للجامع وكذا ودورا يعني يعني الإسلاميين بين قسين النهضة ومن يحلم بأن تكون تونس الحقيقية تونس الإسلام اللي دينها الإسلام يعني ما فيش ناس أكثر منهم ديمقراطية ولا منفتحين جدا لكن سبحان الله كل ذلك لم يشفع لهم لأن طبيعة الصراع هو مش إذا تنازلت حيعفو عنك وإذا تنازلت حيقتنعو بيك هما الحرب مبدئية مع لا إله الله محمد الرسول الله هما يعني الآن تشوف يجي يقولك تيار المفتي تيار دار الإفتاء أول قرار دار البرلمان هذا اللي قاعد يحكي لي به وسامة جويلي وفعل بشاغة ومن على شكلتهم أول قرار دار إلغاء دار الإفتاء حتى لأنه يتلقى فيها أمر من المخابرات الأجنبية التي لا تريد لا ليبيا ولا تونس ولا المغرب ولا أي ولا مصر ولا السعودية ولا طبعا لما رأت هذه معروفة تعرفوها مقر لبني صهيون الآن يريدون من الشعوب المسلمة أن تكون بهائم دواب لا تحكمها شريعة الله عز وجل يريدون الرجل أن يتزوج الرجل والمرأة تتزوج المرأة يريدون جيل من حل هشك بشك يريدون أن يقروا قوانين اللي شفتوها الفترة اللي تحركنا عليها العام الماضي قوانين تحرير المرأة وقوانين المثليين وقوانين عم اين عم هذي ويتظاهر المثليين في وسط تونس اللي لان والإسلام على برة هؤلاء هم اللي المتفرنسين اللي يبوا حيطلعوا لك أولا مساواة الرجل للمرأة في الميراث ويطلعوا لك بقوانين وفي الأخير جاءوا خلاص إلغي الموضوع ومتعرفوا أنتم ليحكم الآن مني في تونس قلنا لهم يا جماعة ما يمشيش وبالتالي نحن نحمد الله عز وجل في ليبيا أن تيار فبراير مازال قوي ولكن هذه الرسالة موجهة لكل تيار فبراير ولكل من يظن أن مسلم ويريدا للإسلام أن يكون هو الشريعة وشريعة الشعب الليبي شريعة الدولة الليبية يجب عليكم أن تفطنوا هذا 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 وين وصلوا أو شفتوا قيس سعيد وقبلها مصر وغيرها من الدول يجب أن تحافظوا على ثورتكم ترجمة نانسي قنقر